اه بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة يوم السبت تسعة مارس كل عام وحضراتكم جميعا بقى الف خير ورمضان كريم وان شاء الله ربنا يتقبل منا وإياكم بإذن الله تعالى صالح الاعمال ويقوين على الصيام والقيام وسائر الاعمال. اه يشرفنا النهاردة هيكون معنا الدكتور مجد الشرقاء واستاذ امراض الكلة ورئيس اسم الكلة في كل الطب جامعة انشامس ونائب رئيس الجماعية المصرية لامراض وزراعة الكلة. شرفني طبعا وجود الاستاذ استاذنا الكبير اه ومنورنا دايما الاستاذ الدكتور اه فايسر شاهين استاذ امراض الكلة وعلم من اعلام الكلة في العلم العربي والعلم كله. وزراعة الاعضاء. ويشرفنا طبعا نجم النجوم استاذ دكتور سعيد خميس في اي محفل علمي من غير سعيد خميس يبقى ما فيش المعلومة الحلوة والضحكة الحلوة. وكل حاجة بتبقى في وجود الدكتور سعيد خميس حلوة وجميلة ان شاء الله. دكتور مجدي. دكتور مجدي هادينا النهاردة آآ سامري. لان ده ممكن يبقى كتاب على بعضه. هادينا وتعشن طبعا ان فيها سيلة كتير هتبقى موجودة ان احنا نقدر نجاوب عليها. واول سؤال حسأله للدكتور مجدي. آآ على مدار العصول انا لسه حتنشر بحس ان شاء الله بعد رمضان على اكتر من الف وتمنمية وخمسين خلال الاربع السنين اللي فاتوا كان فيها يمثل بس. وده ان احنا نلاقي. مطيفر كان اغلبية الحالات بتيجي اسمتوماتيك او مايكروسكوب كيماتوريا وتعدي ويجي لنا بعد كده العين باندستيرج كنينزيز من غير ما نعرف. او ان هو يكون فعلا في الميديترينيان اريا. هنشوف كده ونحاول ان احنا نفهم الاسباب والادفانسز في الدياجنوزيز والتريتمينت مع الدكتور مجدي. ويا اريد اذا كان فيه اي بابليش داتا من ميديترينيان اريا برضو نعرف. تفضل دكتور مجدي. آآ شوكرا جزينا كل شام وآآ دايما ان باتشرف وجودي معاك وطبعا وآآ مع الاسدزة الكبار كل شام تكر فيسر تكر سعيد وكل آآ آآ الزملاء الاعزاء كل سنة المتطيبين. النهاردة ليه انا اقترت الاي جي اي نفروباثي لان دي المحاضرة اللي قلتها من عشرة ايام في في العماني سوسائيتي في نيفرولوجي بالتعاون مع الرويل كوليجو في ادنبرا. وكان هما مختارين العلوان دوت. طيب يا ريت اللي مش الفتح المايك بس ايه يعني يقفلو. آآ طبعا هحاول اجواب على السئلة اللي سألها الدكتور هشام والدكتور سعيد. واذا ما عرفناش نجوابها ممكن اثناء البرزنتيشن آآ نقول. اي جي اي طبعا is common في في الساوث ايست ايشا تقريبا بيصل الى 50% of all آآ في تشاينا وفي سينجابور و33% في الجابان في جابان في استراليا برضو. موجود في في اوروبا برضو في نفس النسبة 33% في امريكا 27% في البرازيل 20% في الميدل ايست ما فيش غير المغرب هي ايه ليه في مصر مش موجود استزاتنا الدكتورة اهم آآ آآ الله يا ارحمها استزا اه اه آآ الباثولوجي كانت بتقولها ما بنعملش منوفريسنز لكل عينين ولا إلكتروميكروسكوبي لكل عينين فالاحتمال يكون underdiagnosed احتمال والاحتمال الآخر هنشوف في البطلوجينيسي والجينياتيك بريدستوزيشن It is an autoimmune disease for sure إيجي is an autoimmune disease usually it is an infectious background يعني العين غالباً بيجيله في الأول يما عنده gastrointestinal infection أو abnormality زي ما نشوف لكن ما هوش ما هوش of infectious etiology it is not an infectious etiology disease it is related to infection but it is not an infectious disease والأتيولوجي will be either primary or secondary primary familial or sporadic with secondary a lot of diseases is associated the most common هو primary either sporadic أو idiomatic دكتور ماجي بس بعد إذنك ممكن to stop من upper corner في Microsoft آآ عشان في آآ بيكتب وراق حرف وبيكتب لي أبر كورنا لدى فين بقى anything في anything يا شام لدي عرف منين ولا ما يعرفش captions subtitle أو لز ok 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 نرجع بان والأتيولوجي idiopathic أو sporadic 90% of cases sporadic والأتيولوجي is unknown up till now والفاملية less than 10 to 15% are familial وإن كان في genome-wide linkage analysis شافت أن في association to chromosome 6 وهو الChromosome بتاع HLA and gene locus IGA nephrology 1 يعني في ناس شافت association ولكن ما فيش proved genetic association secondary is very يعني a lot of diseases is associated with secondary أهمها طبعا gastrointestinal و liver disease inflammatory bowel disease Crohn's osteophilitis celiac disease liver cirrhosis infections أما الهباتي B C HIV و كمان TB و leprosy autoimmune diseases مثل ankylosing spondylitis rheumatoid arthritis cirrhosis malignancies malignancies زي lung cancer gine cell carcinoma lannhogekin lymphoma IgN myeloma sarcoidosis respiratory tract diseases زي sarcoidosis bronchi الصوت اختفى dermatitis herbitiformis cirrhosis في مشكلة هشام كان الصوت اختفى و رجعتين فت ولنا عارفين ان clinical presentation is hematuria either microscopic or macroscopic 50% هجلهم recurrent episodes of macroscopic hematuria usually زي ما قال سعيد after an upper tract infection or GI infection حنقول the details بتاعتها بعد كده لكن لما نلاقي gross hematuria at age of 40 or more it is not usually an IgN prophecy ده معناها انه هو disease of the young بييجي في سن صغير 30 و 20 هو 40 سنة صعب انه يكون IgN prophecy لكن مش excluded لكن should be ruled out other diagnosis ساعة بيجي بنيفروتك syndrome less than 10% بتاعتي فعلا ان هو نيفروتك syndrome فيه كان limited يعني اكتر الناس هي بنيفريتك اكتر مهم مهم بقى جدا نفتكر الحاجة زي دي ان وعندهم الصوت يا مكدي الصوت يا مكدي بيروح انت خلا سمعني اه 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 اخطط اشوف اشوف بس النات اللي انا داخل عليها اه انا عرفت لي سوين اصلى الناس اشترك بنشوفها بعد كده ميكروسكوبك برضو ميكروسكوبك 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 الميكروسكوبك زي ما قلنا إبيصوديك هيماتوريا 40-50% بعد جي آي انفكشن أو ساعة أسيمتوماتيك بيبقى أكسدينتلي أنا شخصين بشوفهم لما بيجوا يتبرعوا القريبهم ألاقي هيماتوريا وطلعنا كذا بيشنت اي جي اي نفروبتي من قريبه وبيجل عن شرنكين كيدني أو أدبانسة كيدني ديزيز لما تيجي أخته تبرعه تلاقي ميكروسكوبك هيماتوريا تأخذ بيوبسي يطلع اي جي اي نفروبتي نيفروتك سلوم ليس عادة أتيوت كيدني انجري ليس عادة رابيليا ليس عادة ليس عادة ممكن يجلنا بهايبارتنشن أو كروني كيدني ديزيز نقبل حتة الإيتيولوجي ديت أو البطو جينيسي بقية الإيتيولوجي إنه مهم جدًا يجب أن تفهم الدفكت بيبتدي في ميوكوزال أو اللي هي السلز اللي بترفيز اللي بترفيز اللي بترفيز أو بترفيز اي جي اي اللي هما موجودين في الميوكس ميمبراين سواء في الاسبرتراج أو في الجي اي تراج بيحصل أبنورماليتي في البيتا سلز البيتا سلز أبنورماليتي الأبنورماليتي الأبنورماليتي دوت بيبقى جالكتوس ديفيشينت اي جي اي هذا ستج وان عشان كده الثيوري اي جي اي بنسميها مالتي هيت المالتي هيت المالتي هيت يعني عندي فور هيت أول هيت البيتا سلز اللي هو الاي جي اي الجالكتوس ديفيشينت وبيبقى بوليمر ما بيبقاش مونمر بيبقى لارج بوليمر ده الانجين بتاعنا ده الهيت 1 الهيت 2 انه يطلع له انتي بودي انتي جالكتوس ديفيشينت اي جي اي جي اي جي او تو انتي بودي هسني بيطلع له الاي جي جي انتي جالكتوس انتهي 짧ا اي جي اي جي اي الهيت رقم تلاتة انه يحصل انجين انتي بودي كنبيونيش طريقة منتي هاتجل هيت 4 للسلايد اللي جاي اللي جاي هما بيقولوا أن البيسيل سواء باب Infection في الـ Upper Star Tract أو Infection في الـ Lower Recipital Tract بيحصل البيسيل بتبقى Activated واللي Involved في الـ Activation دوت الباف اللي هو البيسيل Activating Factor والأبريل اللي هو A-Proliferation Inducing Ligand دول بيخلوا البيسيل تينيوز بيسيل ديسفنكشن وتطلع لنا Abnormal IGA IGA الابنورمال ده بيطلع أنتيبودي وفي الآخر الأنتيبولي ديات ايضا دو كمبليكسز في السيرم تبقى رتين في المزنجيوم أو يحصل أنجين أنتيبودي راكشن inside the kidney itself and it takes complement inside the kidney ويحصل disease of IGA نفروباتي طيب نيك نتكلم بقى ازاي بنشخصه كلنا بنشخص IGA نفروبسي either clinical أو laboratory biomarkers أو pathology clinically كلنا عرفنا خلاص episodic visible hematuria ده بنشوفها دايما في العينين بتوعنا ساعات asymptomatic hematuria can be detected by nephrology وعشان كده لازم أول ملاقي hematuria hematuria is a very significant finding في النفرولوجي لقيت hematuria لازم nephrologist يبص على عين بتاعي بالذات لو young age عشان exclude IGA بالذات بالزبط painless hematuria طبعا نيكي بقى الموضوع الليفلز of IGA اللي بتتعمل very common وIGA1 وIGA1 complexes أي نعم بتبقى elevated لكن diagnostically حواريكوا كلها عليها ودي ممكن أهم حاجة هتتقال في البرزنتيشن مع new medication طيب هل في screening لل IGA يس في دول زي اليابان وساوث كوريا screening for IGA is done لأن عندهم high incidence of IGA نفروبتي لكن ده not recommended by any authority في العالم only in japan and south korea they can do screening محتاجين biomarkers كلنا طبعا بعد ما ظهر anti-blar antibody بتاع membros نفروبتي كلنا طمعانين يكون في biomarker يغنين على العمل بايوبسي عشان كده a lot of novel biomarker were investigated أهم مهم على الإطلاق l-IGA l-IGA طبعا for sure يعني هو l-first potential biomarker صدد elevated only in 50% of cases والتست بتاعه أو السensitivity or specificity to diagnose IGA it is not sensitive nor specific بعض الناس قالوا طيب we need to enhance diagnostic value فنعمل IGA to complement three ratio IGA to complement three ratio وده يمكن فرق شوية في البروغنوزز مش في الدياغنوزز تاني حاجة طب ما تيجي نشوف بقى الهيت 1 تعالوا نشوف نقيس الجالاكتوز deficient IGA 1 which is very logic إن ده abnormal IGA أنا بيس IGA في العادي اللي هو اللي فات ده ممكن يطلع في أي allergy لكن لما إيس الجالاكتوز probiotic cohort يعني لما خدوا كل الناس عندهم IGA لقوا إنه ما فيش sensitivity ما قدرش يستخدم طيب ناخد HIT 2 نقيس antibodies against IgG abnormal IGA اللي هو جالاكتوز deficient IGA ده الهيت 2 برضو في اليابان طبعا يعني الجاوة دوت لا إن الالفيت الليفل دي كمان مش بس موجودة لكن associated للناس لأنها IgA versus healthy control لكن لأوا إنه 25% من patient عندهم non IgA nephrobity برضو have also elevated level meaning that it's not suitable in diagnosis ما هو suitable لdiagnosis طب تعالوا لأخذ HIT 3 اللي هو بقى إيس الanti galactose deficient IgA galactose deficient IgA immune complex إيس الكم complex نفسه الإميون globlin G سيزوكي برضو في اليابان شافها في 50 عيان لأن في association مع extent of hematuria and proton however other co-workers ما لقوش أي علاقة ما بينه وبين ال IGA وعش كده it cannot be used يبقى لي ثبت حاج another hit three soluble CD89 which is accused في activation of this complement برضو another study لقيت إن في علاقة بين CD89 وال elevated وال IGA compared to control and health subject however لقوا considerable variation what expected في ACD بين ASO بين group وما ينفع diagnostic test طيب what about genomic biomarker إحنا قلنا في الأول إن في genetic basis of the disease وال genomic association study اللي تعاملت على الهيومان لقيت إن في risk alleles associated with IGA however ما هوش موجود في كل الناس وفي كل الاثنية عشان كده لسه بيقولو we need further work عشان I define an IGA related genome آخر حاجة المايكروبيوم لأن إحنا حنشوف المايكروبيوم وده سؤال مهم جدا أو يعني لي في الSouth East Asia وفي اليابان وفي Singapore the highest level هما بيأكلوا raw fish وبيأكلوا vegetables ما بيأكلوش ميت زينا فاحتمال يكون المايكروبيوم لعلاقة بالproduction of these of non-IGA لكن برضو إلى الآن مش عارفين يقيسو أي microbiomic biomarker في l-IGA nephropathy عشان كده إلى الآن لسه under investigation يبقى إذن لم يتبقى في ال-diagnosis of IGA nephropathy إلا ال-pathology which is the cornerstone of diagnosis of IGA nephropathy والcornerstone بتاعه the position of IGA في الميزانجيوم هو it retained mainly in the mesangium وده diagnostic لل-IGA nephropathy وبيحصل كمان increased mesangial matrix وmesangial cell proliferation وstrong dominant IGA deposition لازم أكتر من plus 2 موجود في الميزانجيوم نحام immunofrescence على E ممكن مع complement 3 وsome time ألاقي IgG immunoglobulin إذن أنا لازم ألاقي mesangial deposition mesangial matrix وmesangial cell proliferation وdominant IGA deposition بال immunofrescence في الميزانجيوم some cases عندها كمان مش بس mesangial عندها endocabillary proliferation and crescent formation عشان كده الباثولوجي بتاعه أهم حاجة في الباثولوجي ألاقي mesangial lacto-dense deposit في الميزانجيوم ولأي ساعات معها scuttered sub-industrial deposit with the tubular stary area ممكن ألاقي فيها interstitial fibrosis anterior atrophy لكن أهم من دا كله immunofrescence الموجود بطول الباثولوجي عملو لنا very nice classification سموها Oxford classification ظهرت في 2009 كان اسمها MIST وفي 2016 تم تعديلها إلى MIST C MIST كلنا طبعا عارفينها M for mesangial hypercellularity E for endocabillary hypercellularity S segmental gronosclerosis T tubular atrophy interstitial fibrosis وأضافوا عليها في 2016 crescent formation عشان يبقى عندي score according للscore ده هعمل prediction of outcome فأنا بدي M0 M1 حسب المesangial deposit E0 E1 في endocabillary hypercellularity من 25 C1 أخرى من 25 C2 الميس score دوت هو اللي احنا بنعتمده مثلا الpatient دوت عنده mild increase mesangial matrix فلا هيبقى M1 لكن E0 S0 T0 لو شفت العنى لجنبه حاليا عنده severe increase في mesangial matrix وكمان endocabillary proliferation وinterstitial nephritis فعاليا M1 E1 S1 T1 بالأكسفول classification ودي حتفيدنا another patient عنده crescent another patient عنده tubular interstitial nephritis فالpathology هو cornerstone بتاع التشخيص بالذات لازم اعمل immunology لكل العينين دول وعشان كده ده السؤال ليه في مصر ما بنشوفوش كتير يمكن لأنه مش كل الحالات بنطلها immunophorescence نعم letter يعني دلوقتي في اليام دي خلاص بنطلب light immunophorescence زي ما قلع صمقا لنا وكمان بنطلب electron microscopy في الحالات دي لو رجعنا كده one slide بعد ايزنك هو في الحالات اللي انا عملت لها research من 1800 لا معملهم immunophorescence وطلع الpercent في مصر 6.7 على الرينج اللي انا عملته 1800 استيل استيل اي جي اي في البيوبسي فايندين ولين ولو جيت رجعت الحالات اللي احنا بنعرضها كل يوم جمعة هتلاقي احنا يعني عرضين حالات كتير جدا على مدار الخمس سنين اللي فاتوا نادرا ما بتلاقي حالة اي جي اين فرنس فهو فعلا مش موجود يعني مش موجود في مصر بازي كمية زي اليابان فيه اكيد اكيد فيه طبعا فيه فروق بيننا وبين اي دول اخرى لكن برضو اهمية اليمين when you suspect you have to do المين الفرسن طيب السؤال التالي احنا برضو كنا عرضنا اللي هو ال deposition of immune complex وال immune fixation finding كان فيه two factors هما اللي بيحددوا مكان ال complex و المين finding lower to the target engine يعني لو ممبرنس مثلا هللاقي target engine في الممبرين وهكذا او size او both طبعا هنا ال اي جي ايه من لي زي ما عليك بتقول على الميزانجيب طب هل فيه target engine جوه الميزانجيب ولا ده non specific trapping هو طبعا هو لو المين complex اتعمل في السيرام هيبقى trapped لكن لو هو fixed للميزانجيب ساعات بنلاقي sub endothelial deposit عشان كده الموست theory بيقول بتبقى في السيرام بالضبط وهو مش هيقدر ل وده الكلام اللي كنت بتكلم فيه مع الدكتور رسام نوردين اللي بيحدده مكان اللي حاليا في الموست 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 فهين متوقع يتكون وكسور ما باش صغير يعني بيبقى بوليميريك متفق معك تماما طيب نكمل ونشوف كده ايه ازاي لازم لازم نطلب لكل العينين لكن يمكن الالكتروميكروسكوبي يعني السلايد بعدها من اهم السلايد اللي بتورينا ازاي بنشخص ونتابع الاي جي اي نفروباتي ده الكمباريزون اوف كلينيكال اوتيلتي اوف تلاديشنل ان بروبوز نوفل اي جي ا اه سبيسيف بيوماركت لو شفنا اللي بالاحضر ده معناه انه هو كويس بالاحمر ملوش اي ايمة بالاصفر potential او يعني ممكن ممكن نستخدمه هنلاقي ان لو خدنا التراديشنل والماركر اللي هما البروتينوريا affordable و accessible minimally invasive biologically plausible ما بتشخص طبعا لكن prognosis yes treatment selection yes monitoring yes widely validated yes الhypertension زيه بالظبط لكن ملوش هلقه في treatment selection الجيف ار زيهم بالظبط لكن مش diagnostic لكن نقدر تابع العين بيهم histology طبعا affordable accessible طبعا هو اه لكن ملوش لا لكن بيشخص و diagnostic هو يمكن the only diagnostic هو الpathology prognostic yes بالmist score treatment selection ممكن اه treatment monitoring لو عيدنا البيوبسي اه yes validated طبعا نتفرج على البيوماركر iga سهل ورخيص minimal invasive بيش اي قيمة بعد كده لا بيشخص ولا بينفع في البروغنوزيز ولا في المونيترينج لو شفنا iga 2c3 احسن شوية يمكن احسن احسن شوية في البروغنوزيز لكن روش ايما في الدياجنوز كل البيوماركر بعد كده ما لهاش ايما يمكن الanti galactose division iga يمكن ينفع في البروغنوزيز يبقى اذا في الاخر احنا back to square one لازم histology to diagnose والفولو up افضل حاجة بالترادشنال وده البروغنوزيز بيوماركر there is no current biomarkers to predict or to follow up والبروغنوزيز is dependent على البروغنوزيز GFR والبلوت pressure control والfrequent clinical monitoring is very important ومحتاج اعمله for many years لان زي ما هنشوف 80% renal survival 10 years لكن 25 to 50% end stage kidney disease بعد 20 years شكرا محتاج اعمل monitoring frequently و30% recurrence in transplant one of the commonest diseases that recur after transplantation is iga nephropathy نخش على الفقر الأصعب أنا رأي أنها الأصعب treatment of iga nephropathy يمكن آخر كيديغو 2021 قالت قبل التريتمنت لازم نأسس the risk لأن إذا ما نشوف التريتمنت عليه كلام كتير يبقى لازم I have to قبل التريتمنت يا دكتور مكدس تأذنك هين نخش والله نكونها variant من iga بنجيب سريتها في klinical ولا بنجيب سريتها منجيب سريتها خالص لماذا؟ لأنها مش iga هما بيعتبروها variant على أساس ايه؟ ما عدوش بيعتبروها variant يعني هما هم بيحطوها دايماً مع iga لأنه ميزانجيال proliferation with the position of iga لكن association بتاعها مش هو اللي بيحصل في common iga اللي بييجي في الفار east تمام تمام انا 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 بعد ما قرأت الموضوع قلت لا ايو لأنه بص وانا طالب كاتل هنخ شنولان بيربرا اهم عندنا بال iga نفروبط ومعها فاسكولايت تمام لكن هي مش ومش هي دكتور عبد الرحمن بيسألك دكتور مجلي سؤال او بيعمل انا شايف ان هو مهم اوي ان هو بيقول ان ال recurrence في post transplantation may be just histological finding not usually clinical ولو histological فهل ده بيبقى discover لل post transplant monitoring هلو اوي سؤال دوت لأنه انت لما بتزرع عن iga نفروبط لازم تعمله بالميكروسكوب الكيماتورية والبروتينورية frequently لأن ال recurrence هاي لكن هو السؤال بعد كم سنة بيفيل بعد 20 years يعني بياخد وقت طويل جدا تفيل هو زي العيان العادي اللي قلنا هياخد 25 الى 20 سنة عشان تفيل لكن خدوا بالكم العيانين للزرع الكلا بيواصل بكتر بيواصل كلا دي جمليتي في السيكي دي بالزبط بالزبط و الركانس مش اجريسيب فعلا لأنه بياخد وقت طويل جدا عشان يوصل الاند ستاج غالبا هيكون داخل مرة واثنين عشان كده بيوصل الاند ستاج اي تينك ان هو اكيد لو تساب العين فترة طويلة ممكن يحصل له اكسيدنت في البروغراف افولو افرين البيوبسي جرافت لو عملنا لو طلبنا بيوبسي ممكن يتشاف ركارن ايه الفكرة حتى لو في ركارن ستحت بالله برضو انه هو 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 نفس العاج اللي هيغض كده كده مش خلينا نرد على السؤال يعني انا مختلف سنة معك لكن هنشوف هنشوف بقى في التريتمنت قالوا نعمل سكور السكور يعتمد على بايوبسي وهم لقوا ان البيوبسي افتو توي يارس بيفور كان بيوز يعني ممكن ااخد عين من سنتين ويكون فيها المست سكور وقدر اعرف نتيجة تلع بس مش بس البيوبسي ده في على النت موجود كلنا نقدر ننزله انا حطت الكالكوليطر اه الاوتكم بتاع الدزيز ده وبنحط معا ال جي ف ار طبعا والكيدني بايوبسي اولا سيستوليك وده سيستوليك بلاد بريشر بلوتنوريا ان جرام ال ايج اتايم اوف بايوبسي والرئيس وساعد بنشيل الرئيس وهل بيستخدم اس او ارب او استخدم انو سابريشن او والمست سكور يبقى اذا انا عندي بربور ده عمل واحدة في 2019 واحدة في 2021 وعمل للرسك سكور ده لأن ينفع اجيبه بالسكور دوت يبقى اذا الريسك ده مهم جدا جدا الريسك ده كون بي ابلا ان ان يعني الاستمكة يعني هو ما اضافش كتير بعد يعني كل اللي فات ده مهاش حاجة سبيسيفيك لل بس هي فكرته عبقرية لسبب ان هو اول واحدة عملها شاف الريسك الريسك مع البروتينوريا لقى في فعلا اه 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 لما اضاف عليهم بقى كمان الاج والميست والميديكيشن بلس او مايناس ريس هو الالصادي دي اتنشرت مرتين في 2019 و2021 لان في اكسلاند كاليبريشن واكسلاند فاليديشن يعني الفاليديشن كان بري جود والعدد كان الف ومية ستر من عيان ويش بري جود وعملها خد من اسيا خد من امريكا وخد من اوروبا ولاق ان مع الاسكور ده فالاسكور ده كان بي ابل في ال ايجي انا فروبا عشان نعرف نعرف نعالجه ازاي ودي مهمة جدا هي مش مهمة الاسكور نعالجه ولا ما نعالجه لان اكور بقى لازم انا اعمل كاتيجريزيشن للبيشن او اشوف عنده يعني الام وعنده crescent or not يبقى البيشن ده have clinical risk factor for progression و maybe an indication to treat aggressively عكس عكس العيان بقى اللي هو عنده higher S or T score و less likely to be responsive to immune suppression فمع الجوش يعني الكيديجو بتقول لو عنده active lesion غير لو عنده advanced lesion ودي غلطة بنوع فيها كمان في focal segmental لما advanced lesion don't treat ما تديش steroid ما تديش neural ودي ممكن ن accelerate من IGN phrobacy guideline لأن actually liga هو اكتر مرض investigated الحاجة التانية اللي بتقول الكيديجو ما فيش combination immune suppression إلا إذا كان رائعب ل progressive gronophritis ساعة تديله immune suppression combination nation ونو immune suppression لو G4 أقل من 30 which is extremely wise unless crescent يعني ممكن to improve مش end stage cad n z stage four يعني بالضبط وعشان كده الكيديجو كان very wise very wise في الالغوريثم بتاعتها قالت لازم 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 أول حاجة blood pressure control أقل من 120 sodium أقل من 2 gram per day case will ARB لو وحطوا حاجة كويسة جدا sparsan تان اللي هو لسه لسه الستادي بتاعته ظهرت في السن اللي فات في 2011 2023 اللي هو sparsan تان ده endothelial receptor antagonist at the same time and sensing two receptor blocker يعني هو one molecule بيشتغل على two dual at the same time بإذن ده very wise هم جابوا الكلام ده من زي اللي هي كانت أكبر study في العالم فيها IGN زي ما حاوليك دلوقتي يستوب IGN فيها 140 عيان دي كان فيها 270 عيان IGN فروباسي يلاقوا ريالي ريس 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 وفروتونوليا 71% والنمبر نيديد تتريت 9 بيشنت وده تعتبر أكبر study تخيله في IGN فروباسي treatment على Sodom Glucose Translator Nibator وده خليها ياخد FD يعني في وكمان في كان في نفس وإن كان لسه البوست هوك مش ظاهر لكن برضو الناس اللي كان لها Gromelophritis كان في significant reduction of protein طيب نيجي الكريجو قالت حاجة تانية على fish oil في general guideline لو protein أكثر من جرام بعد 3-6 months of optimized treatment we may give بس طبعا 2D يعني weak evidence fish oil ده موجود من التمانينات يعني من أي ما هم هم حطوه على استحق أعتقد 2D بيقال إنه يعني 2D دوت يعني لو عايز تديله تديله مش عايز ما فيش دياني وأنا أفضل كده برضو حاجة التانية التونسيلكتومي التونسيلكتومي كان very common practice in the past اللي عنده IGA يعمل التونسيلكتومي الكريجو قالت إحنا against التونسيلكتومي it does not reduce the risk of developing renal failure or prevent progression course of IGN property التونسيلكتومي لكن l-IGA ما رديتش تقرهم على الكريجو ما قالتش الكلام ده طيب خلاص عملت supportive care for first 90 days 3 to 6 months ما فيش response أقسم العيان إلى proteinuria أقل من 0.75 أو أكتر من 0.75 أقل من 0.75 أكمل supportive care only أكتر من 0.75 و high risk of security progression بالscore اللي خدنا consider enrollment into clinical trial ما قالتش حتى destroyed ليه لأن لازم أقسم الآن بعد كيل إلى أكتر من 30 أو أقل من 30 يعني في المرحلة دي هشوف clinical trial دواء ثاني لكن according to GFR أقل من 30 maximum supportive care أو target release body zinoid هنتكلم عليه في السلايدي اللي جاي و no immunosuppression unless رابلو يعني بتقولك ما تدلوش حاجة لو أقل من 30 إلى progressive أو لو عندك في البلد لو عندك طب أكتر من 30 أول حاجة أعملها أعود مع العيان أشوف toxicity risk stratification الage عنده سكر ولا لا أوبيز ولا لا عنده peptic ulcer ولا لا uncontrolled psychiatric illness أو latent infection يبقى لا لو ما فيش يأما continue maximal care أو consider target release body zinoid وهو cortisone يعني أو clinically evaluate systemic corticosteroid ده اللي قالته الكيليجو generally لسه هنخش في التفاصيل لكن ليه قالت على point seven five جرام مش معنى point seven five أنا مش هعارف وبعد كرة التأسيمة قالت one جرام يعني أنا مش فاهم كلمة point seven five جرام دي بردي هقولك لأن اليابانيين والشينيز بيستغرموا نص جرام والكيليجو في الأول قبل ما كان واحد جرام واحد جرام إن هما مسكو العصام النص ممكن قالت خليه point seven five جرام أنا رأيي إن هي أقل من جرام وقت من جرام برضه لو طلع point ات هنعمل ايه يعني طيب لو هو رابط زي الانكا فاسكليتس ولو هنخ هيعمل كده برضه يبقى يتعالج اي سب بور كير اي جي ودي بنشوفها ساعات كتير يبقى يتعالج كأنه مينمال 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 مش كأنه IGN يبقى ده الجايد لين اللي قالته الكريجو طيب نجي نشوفهم واحد واحد الستيرويد كنا بنستخدمها من زمان وفي ميت صدي عليها الكريجو قالت بعد ست شهور من 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 العلاج ما تديش عيان لونج تير مستيرويد ادي لو ست شهور وشوفوا بروتونوريا اكتر من هياخد IGFR اكتر من خمسين هياخد غير دول ما ياخدش ولازم ادسكس الريسك مع البيشن لانهما الكريجو بتقول الاستيرويد ملهاش اي ايمة وهوريكو الدليل بتاع الكلام ده في سؤال الاجابة لا الهيماتوريا بنين دي الاستيرويد اللي اتعملت كلها على بريدني دون بريفران دوز اربعين ستين ستين بوينت ملي جرام بردي وان جرام بلس ستين جرام بوينت ات وان ملي جرام بر كي جي مع الراس كل الاستيرويد زيت كانت ال ال بتاعها مش مقنع ان ات اكبر استيرويد عملت كت ستوب ايجان واحدة من اكبر اكبر استيرويد لمدة 7.4 ملاقيتش اي فرق خالص في الدكلاين annual الدكلاين في جي فار والذو نما قالو ال primary outcome was more often achieved it did not translate into long term beneficial effect لمدوا العينين دول استيرويد ما كانش في long term protection against progression to end stage kidney disease او progression of slope of decline of GFR complex event particular infection complication of steroid قالهم diabetes osteoporosis قالهم infection اكتر بكتير من اللي ما خدوش عشان كده ال ايجان كانت تستادي negative لكن ظهر تانية اسمها testing تستادي كانت بتدي less oral مثال بس كانوا بيدوا less doses يعني كانوا بيحاول يدوا the minimum required dose وكان العدد الى حد ما مش بطال ويدوا 6-9 months وشافوا انه 50% reduction of primary outcome اللي هو reduction of progression والبروتونوليا however برضو كان في high serious adverse event with increased oral metabolization dose بالذات فالناس تخلو high dose بتقول انه في marginal effect لكن بصفة عامة حصل بها مشكلة كمان تانية انه بعدها بعد التستنج دي ظهر study تبعت عينين الايجان عشر سنين مش سبعة سنين ونص سبعة يعني هما الالصري خلصت ودي continue monitoring the patient for another four years لحد ما كمل عشر سنين لا انه ما فيش effect خالص على reduction of end stage disease death or gfr lost more than 40% كات conclusion بتاعتهم follow up of 10 years of IG study did not benefit from additional immune suppression on top of supportive care measures الى حد ما حصل debate على الاجان كان فيه debate قوي جدا في الكيديجو قاله هندي في high risk لكن we should balance the benefit versus the side effect ولازم reduce extreme caution وقاله لازم العين يوافق يعني لازم عرض مع عين وفهمه ويوافق انه هياخده لكن اقل من 30 ممنوع عنده TB او late infection ممنوع ببتكال سر لا لأ uncontrolled psychiatric illness لا نسأل بنافسنا السؤال طيب الاسترويد ما بين نعم وبين لا في الاخر خلينا نسأل الاساد زال اللي معنا اه او لا ندي ولا ما نديش الالترنتب لو مش حدي جاي لعيان عنده ايجي 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 اول حاجة بتيجي على البال الممف المايكروفين المنفتيل هو recommended only by كيديجو في الچينيز patient as steroid sparing agent لأن الچينيز هو التال هو اللي studied الeffect of الممف على ال patient of ig chinese patient only ما كان شفي موالا اثنك group من برا الچينيز ولا ان الprimary end point ب addition of المف to steroid can significantly reduce the risk of primary composite outcome with delayed progression cd dh according to yu ital اللي نشرها في الجامع الفين تلاتة وعشرين بس فيه mishaj بالفعل يعني يعني it's logic هنسأل في الاخر انت بتعمل ايه وكل سايد بيعمل ايه الprofessor بيعمل ايه وانا بعمل ايه وبقيت الدكاترة الاساسد زال اللي معا برضو ده يعني رح مزود عشان كيريجو قالت له طب ماشي عم يو اديهم للصينيين ليه بقى لان هو بعد الاسطادي دي شاف الناس اللي وقفت لأن فيه عشان كده هو قال ده اول option موجود وعايزين نستخدمه او لا ممكن نتناقش في الاخر طيب وفي الاخر برضو قالوا ايه قالوا فيه ما تيج نجرب بناء على الباثولوجي وهم قالوا ان الاي جي دوت بيجي من من دستوربت جي اي بالذات الترمنال اليوم اما او بتشغل كانجين زي بولنا البي سيل والتي سيل وتريجر دايريكت ميزانجل سيل اكتيف تقوم طلع ابنورمال اي جي طب ما تيجي بقى ندي دراجز تشتغل في السيد ده على الترمنال اليوم اول حاجة ندي تارجت ريليز بوليسي ادي كورتزون ما بيفتحش غير في الترمنال اليوم ما بيعملش الايفكت بتاعه غير لما يوصل في الترمنال اليوم في اتاك البي سيل الابنورمال بي سيل و تي سيل زي ايرلي يمنع الابنورمال اي جي اي بروداكشن ادي اول طريقة في الطرق طريقة تانية قالوا او ندي انهيباشن للباث او للابريل اللي هو البي سيل اكتيباتين فاكتور او اروح مانع ان يحصل اي اكتيباشن للبلازما سيل فما اتطلعش من او او اعمل انهيباشن بقى البيون كومبليكس بالاكلوزيماب او ما شابه الاكلوزيماب اروح اقافل او ادي كمبليمت كمان اذا انا ممكن اتاكل باتو جنيس اتسلف طب جربوا الكلام ده اول حاجة تارجت بودس وز اتجرب في مية وخمسين عيان واسموها نيف ايجان ده ادت البودس ولاقوا فيه وصل 27% من البودس برساس اللي مخدش اصل البودس ازال 2.7% فقال لك it's a good medication وديك 2017 ولكن طبعا hypertension facial edema muscle spasm acne كل طلعا عنده الشباب معظمهم يعني كان برضو بيحصل مع البودس يعني برضو systemic effect of steroids systemic side effect كانت موجودة another study دي بقى later on 2022 اسمها NIF eye guard برضو استغرمت target least polizenoid 200 واحد patient اديهم اللي هو اسمه Nifacon 16 mg once daily versus placebo وكانوا هما targeting العين للأول يكونوا اخذ optimum rass proteinuria 1.6 gram medium proteinuria 22.26 gram per 20 per hour GFR 55 ولكن فعلا significant reduction of album excretion ratio بعد 9 months 27 percent reduction بعد 12 months 48 percent reduction والGFR at 9 months GFR decline كان اقل 3.8 عن البلاسيبو وat 1 year كان 3.3 فمانتين reduction of GFR decline والside effect زي ما احنا عارفين هو زي cortisone بس ما كانتش severe side effect فأحد الأدوية اللي ممكن تستخدم لو رجعت الثانية واحدة ما جدي على السلايد ده في رقم تقريبا 50% من البروتين 24 hours يعني في discrepancy في الميدين ما هو ما هو هو الميدين 1.2 الميدين البروتينول اللي اللي تأسد 24 hours ده رقم يخد يعني الفرق الكبير ده جرام فرق جرام ليه يعني 50% collection والميثوديولوجي مختلف في الاتنين دول collection ده هممكن يقل يعني الرقم أقل لمليون بروتين كريات ريش لكن ان هم بس الاتنين عدوم بروتينولي يعني يعني الاتنين هم حققين الجايدلاين آه بس هو هو في حاجة غلط في الحتة دي ممكن معرفش برضو دكتور سعيد ودكتور فايسل لو لهم كومنت على الرقمين دول مختلفين هل يعني حتى لو العيان كريات بتاعه كان عالي كان أولي اللي اشتغلوا عليه يعني اعتقد ان دي كان لها علاقة بال او يمكن كان دول غير دول يعني دول عينين عملوا بال بروتين كات ريشو ودول كان بتاعهم بيشتغل ببروتينوريا يمكن غالبا ده غالبا كده ممكن يعني ده ممكن كان يعني ممكن يكون بزبط جربوا بعد كده الليفرونمايد ده وده مشهور في البروماتور الاثرايتس الافارا و لقوا ان هو combined treatment with leflonamide مع steroid more effective than steroid alone في فرق في البروتينوريا برضو insignificant difference point on sixteen و another meta analysis اتعملت بعد كده برضو following this study لكل الناس الليفرونمايد مع الosteroid في الIGNF رابطي ولقوا ان في فعلا المتا analysis showed that combined treatment with leflonamide more effective than steroid alone في الpatient with hygien وبرضو leflonamide leflonamide بتاعته جد بس من China randomize control من China قالت 48% reduction وبروتينوليا compared with 10% مع البلاسيبو ودي كات leflonamide بتاعته برضو جاء من China بتقول في في significant reduction لما بستخدم hydrox وزي ما هو يعني دي دو مور سيف عن أي الأدواء أخرى وكمان هو بيشتغل على any level of GFR وليوس بروتينيا في l-i-g-n whatever GFR كان Chinese طبعا ما نهمش لقى بالأوروبيان فبيتشغلوا أهل من 30 بتفريش معاهم في بتاعته بس بيعوز دو adjustment نعم بيعوز دو adjustment مع الجفار الأولي مع end stage kidney disease وده كانت guidelines اللي أنا كتبتها كان على الكوفيد الكوفيد treatment أو مظاهر وعملت guidelines و hydroxy ان هو 50% reduction في patient بالضبط لكن هم شافوا ان هو whatever GFR بيستخدموه طبعا في ناس بقى بتالت تشتغل على gut gut access ده مهم جدا فقالوا ندي low engine content diet دي study جاية من يوروب قالوا لو ادينا low engine content diet اديوها لمدة 14 24 اسبوع لقوا significant reduction of protein execution ratio و very significant طبعا trial z صغيرة وما هياش ودي الصلاة دي كان سنة 93 يعني من زمان هم بيقولوا العلاقة بال gut مهمة جدا gut بعدها another study 2021 قالوا نستخدم reduced fecal short chain fatty acid associated مع فلما ادي حاجة تقلل ممكن تقلل يعني تشغل ال microbiota ويؤدي الى تحسن في IGN ماذا اللي كنت بقول لها حضراك عريف الاول هل ممكن تمام تمام وفي study بقى على اليوزوف refexamine كلنا بسغل refexamine ده احنا كلنا عارفين وبتاع الايه refexamine ده بسغل بيغير الفلورة بتاعة الجط بيطل فبيحسن بيقل اليتاج الامونيا فبيقل الهيباتيك انكفالوباثين بس ده ده مجموعة الهيباتيك بالضبط ده طبعا الهيباتيك كان عارفين هنا الابزورب ولما بيغير المايكروبيوتا ودي كت انيمال study على هيومانايز ميس موديل لقوا لي اهتمال فاحتمال برضو ان الفون السعب سيبقى فيه حاجات للكلام ده لكن حقيقة الامر فيه ده وظهر في 2023 اللي قلنا عليه اللي هو ال سبارزنتان ده اتجرب في ال ودي كان فيها 400 عيان ودي وعند كان واخدين طبعا سبارزنتان versus إربي زارتان ولقوا 50% reduction of proteinuria مع السبارزنتان سبارزنتان مش بس تجرب في ال IGA اتجرب كمان في ال focal segmental ودي صلي من شهر في ال ريفيوز قالت ال في ال IGA وال focal segmental وكان جاي هو endothelial dysfunction يعني عايش تعمل على endothelial فمش حيب IGA بس ولي IGA يعني بس ضبط كده 50% reduction of proteinuria و maintained لمدة 36 أسبوع عشان كده ال conclusion متراج ده كان عاقل جدا سبارزنتان might have a broad anti protein effect عشان كده هو بيستخدم يعني هو indicated not yet if they approved لكن هو في sick انه يستخدم في IGA in phropathy ده أول حاجة الحاجة الثانية phase two trial يعني لسه ده ما ظهرش في السوق اسمه سيبر ريناليماب ده بيشتغل على الابريل اللي هو الابريل inducing ligand بي neutralize الابريل ده فبيشتغل على البثوي بتاعت الانفلاميشن itself وده تجرب بقى phase two على IGN phropathy patient ولقى very significant dose dependent reduction of protein يمكن الدوز اللي هتطلع هي four four زي eight لكن two كان اقل ولقوا ان في significant reduction up to 70% 60% to 70% reduction of proteinuria versus الارب البلاسيب فلا يمكن من promising drug لسه طبعا ده phase two فهده phase three another pathway جاي في السكة targeting the alternative complement pathway ادو حاجة اسمها ابتاكوبان وده الستاذ اسمها ابلوز ايجان ستادي حيدخلو 450 عيان لمدة سنتين و we are waiting for the study تاريت recruit من سنة 23 فقدامنا سنتين ابل ما تطلع ال result كل ده trial pathogenetic pathway of ig and probit وفي many other medication يمكن ال atasicept من الحاجة اللي انا عارفين ها زي ما قلنا ال cluzimab وان كان لابعا ما حاجة يستخدم في كلام ده نيجي الاخر two slides طب انا عمل ايه نور اتال دوت نشر في frontier nephrology في السنة اللي فاتت very nice flow chart بعد مد optimized treatment for 6 3 يعني من 3 ل6 شهور وظبط الضغط وكل حاجة في smoking lifestyle ابص ال flow chart ده according to gfr اقل من 30 ولا اكتر من 30 اقل من 30 supportive care او ده مش option عندنا في الشرق الاوسط يعني لو عنده gfr اكتر من 30 عندي بقى 5 option ادي reduce dose steroid بناء على testing study او ادي لو كان عندي او احط في clinical trial او ادي لما يتوافق عليه ولو chinese ادي مع hydroxychloricane او اولتين مع بعض لو japanese don't select او according to jfr لتقسيم نور اتال في تقسيم ظهرة الشهر اللي فات في يناير اللي فات based على البروتينوريا ورجعوا بقى النص البروتينوريا اكتر من نص جرام supportive care راس و diet و exercise و الويت وكلام ده كله وما كده اشوف بقى استياب ولا لأ اشوف عنده اماتوريا ولا مفيش لو اماتوريا 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 لو البروتينوريا اقل من نص جرام اماتوريا بعد كده observe لو البروتينوريا بقت من نص الواحد جرام ونو برزيستنت اماتوريا احط على سبار زنت طيب فننفرض ان هو لا العين عنده برزيستنت اماتوريا و active lesion في البييوبسي اشوف عنده لو فيه ادي له مفيش ابتلي اورال جلوكو كورتيكويد طيب وفضلت من نص الواحد جرام ومعه برزيستنت اماتوريا MMF دي بقى ما قالتش تشينيز ولا مش تشينيز وممكن ادي مفيش هيماتوريا خالص طبعا هي كده يعني سهلت وصعبت بس على الاقل عندنا طريقة نوصي ان خالص في السؤال ده جاي برضو من معرفش مين جي اتش ار 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 جي لا مفيش خالص 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 ذكر ل calcineurine inhibitor خالص يبقى اذا دول ال two flow charts اللي انا شايف انه ممكن نمشي عليهم وزي ما قلنا موضوع الاي جي دوت موضوع ما هواش حسم الى الان برغم انه هو very common لكن هو يمكن عندنا في الممبرنس بنقدر نتصرف بسهولة جدا عندنا guideline واضح في focal segmental عندنا line واضح بالاي جين افرابتي according to your insight وشكرا جزيلا لو عايزين نبتلي discussion نبتلي discussion شكرا جزيلا دكتور مجد طبعا كالعادة يعني محاضرة رائعة اه وده وده طبعتك اللي هو رب رحفظك وخابت كل حاجة من اول البيتر ومجد طبعا ومجد طبعا ومجد طبعا المختلفة وبردو ايضا لا توجد نبتلي ايضا اه نقا كل هزي السنين هل نتيجة والعيال ما بياخدش باله وما بييجي في الاخر من غير ما نعرف دي حاجة مش محلولة لغاية وقتين آآ ناخد عراق برضو الأساتذة الموهدين آآ أستاذ دكتور فايصر شاهين آآ معنا حضرتك ايه معاك معاك انا دكتور فايصر حاجة مشاكلنا كلها واحدة in the early stage we don't have too much immunofluorcentral electromagroscope and that's why we don't diagnose the cases by historical diagnosis but it was always in our mind that we have two things it's IGA and FSGS both those entity was underdiagnosed in early phase but nowadays almost all every patient with hematuria with britannuria going for biopsy with immunofluorcent and electromagroscope and probably we have now the good figures it reached up to as in Egypt six to eight percent of the biopsy have IGN so it is a common disease which is again in our area it is very common we have too many derivative from Chinese people as well but this six to eight percent usually not it is from Saudi mainly and it's a significant number no doubt I have one comment probably you mentioned it because I have interrupted connection in between about the IGN prophecy you know they are common in probably some sort of britannuria hematuria in clinical basis is it diagnostic anyone can diagnose it or it should be goes for biopsy both of them yeah I think it should be biopsy if IGA there is no way to biopsy definitely and if it is the segmental if it is primary it should be biopsy and if it is biopsy it should be biopsy it should be biopsy and electro microscope okay we can do it routine meaning the minofluorescence and electro in all the and all the and all the and all the you can do it it should be routine you can do it we can do it I know we can do it I can do it I can do it I can do it même if I can do it I can do it but when I take the biopsy it should be biopsy let me consider I can do it but sorry I can do it I can do it do it it should be because light with light ميكروسكوبة at least immunofluorescence وممكن تحط تحت الحزبان الى الكتروميكروسكوبة دكتور هشام you are from the same age like me you are younger but in early stage actually when we were doing biopsy what we learned is that 90% of the kidney biopsy can be diagnosed without or electromيكروسكوب because it is availability of the electromicroscope in some area only not in every place that's why we were taking biopsy and we didn't consider consider immunofluorescence or electromicroscope and we think that it will come from the 90% which usually we can diagnose without electromicroscope or immunofluorescence I fully agree professor دكتور سعيد خميس معنا معاكب ايه مع حضرتك لو ليك كومنت الاول الاول بس جوابنا على السئلة ولا لسه فيها جات جوابت يا بيه بس هل هل تسلم جزاك الله خير هل البروبايوتكس لها دور بس سؤال اكيد اكيد الاجابة انا ما عرفش ام وانا ما عرفش اه لو انت يعني لما كنا بنحضر اي جي نفروباسي في زمان في الارا اريتا تنعظم الاسبيكرز بيدياتريك نيفرولوجيست وده متوقع والبيدياتريك نيفرولوجيست are very aggressive in using استرويدز فيتكون اعرفين الكلام ده ومع ذلك اخر مرة حضرت معاهم قالوا there is no role of استرويدز طيب هو الصغاري التاني بعد دكتور مجدي انا يعني طبعا دي حاجة اكيد لها الانتربريتشن بتاعها الcorrelation ما بين the serum level of incriminated IGA مثلا في ال-IGA نيفروباسي IGG4 في ال-IG4 kidney disease او related kidney disease ليه الحاجات ما بتقباش correlated مع الباثولوجي اللي موجود دايما يعني رغم ان هو المسمى IGG4 related kidney disease او IGA نيفروباسي ورغم ذلك ما بتلايهش correlation انا بتبقى طبعا موضع استغراب الحاجات دي هو ال-stallis شافت ان ما فيش اي sensitivity or specificity of IGA يعني انت ممكن تعمل الباثولوجي تلايها IGA في الباثولوجي وما فيش في السرم حاجة او العكس بالزبط كده اللي بيتسألها لما يقوله مش هلديك هجابني خد دواء ضغط وخد دواء سكر اللي هو معادش دواء سكر هنا فيه سؤال حلو قوي منذ كرة اسماء بتقول ليه ال-score dependent على البروتينوريا مع انها النفروتك سندروم اقل من 10% سؤال جميل جدا لان هم لقوا الهيماتوريا whatever repeated 10 مرات non-injurious و non-progressive to end stage kid disease الا اذا كان معاها بروتينوريا او برزينت ال-RBGN دي قصة تانية بالزبط كده ال-RBGN هنا مش هتبقى بروتينوريا نفروتك رينج واعتقد كلنا شوفنا حالات هيماتوريا بس وبتبلغ عمراه هيماتوريا بس كوميست اسمكنا كورو مجلي بتعريب عديزنا طب بس بروفيسور دكتور فايسل الاول شكرا شكرا هسان بس سريع بروفت ما يجدي يعني انفكتوريا هي المسبوع من ال-RBGN ولماذا عندما نتهم ال-RBGN ال-RBGN لا تتحرك ال-RBGN تتحرك لتكون ال-RBGN لتكون ال-RBGN لتكون ال-RBGN اه هو سوال برضو جميل جدا جدا هو طبعا احنا بنتهم ال-RBGN انهو بردوسين ابنورمال IGA لكن اعتقد بقى ال-RBGN بيبدأ من انترابمينت of the complexes وصلت الكبني وقتلت الدامج هل بقى ال-RBGN موجودة نعم اعتقد وحتى لما احنا ال-RBGN ما عادش موجود لكن ال-RBGN عمل دامج او خلاص بقى بالمزانج بس يا مجدي برضو خلي بالك ال-Attack of hematuria following infection is relapsing يعني يعني لو هي كن هو one attack of infection وبعد كده process بتكمل مكناش هنلاقي ان فيه hematuria بتحصل مع كل infection فواضح زي ما دكتور فايسل بيقول هي الفكرة مش to eradicate once infection هي trigger by every time infection هو هو بس sub clinical infection نحن نسأل السؤال بترى تانية هو لما ال-RBGN بتعدي من ال-Basin membrane او هل هي same inflammation و injurious زي ال-Proteins لا طبع Proteinuria او ال-Proteins او ال-Album نفسه is an inflammatory mediator او بيعمل inflammation او او severe inflammation yes yes فأكير العين اللي جاله ب-Proteinuria يبقى هو more engine antibody complex reaction زيان اللي جاله بس انا معك تماما في ال-Proteinuria مش بال-Hymator هي ال-Proteinuria بس لكن كلام استاذنا دكتور فيصل هو الفكرة مش to eradicate once infection لانا مش حاضر ان العين يبقى immune against all infection all the life فعشان كده هو ده اللي بيحصل ال-Current immaturia مع كل infection بتجيله واحتمال كمان كبير ان يكون ال-Infection ده مكانش حصل ال-Hymator تاني بال-Microscopic Immaturia اللي بتحصل كويس انا انا قريت كتير في ال-IgN فروباتي هتحضر المحاضرة شهره شوية ملاقيتش اي mentioning ان ال-Current hematuria لها اي افكت او لها اي باثوي في التريتمنت كلهم بيتكلموا على حاجتين ثلاث حاجات GFR Proteinuria Hypertension لكن محدش بيذكر ان ال-Repeated hematuria should be treated اتهول لا 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 يعني ال-Target بتاعي مش انا وقق في ال-Hymator ال-Target بتاعي ان انا وقق في ال-Imin Complex Deposition و-Inflammation وعشان كده ال-Screening في اليابان Screening for Proteinuria يعني بيدوروا مين Proteinuric عشان يعالجوه تمام كان من طالب الكلمة محمود ولا اه انا اتفاضل يا محمود اه هو طبعا احنا احنا بنتكلم على الطرفين يعني الطرف اللي لما يكون ال-S وال-T في المست سكور عليين احنا خلاص كده كده اتفاقنا لو جي فار الل مش هنعالج الا لو ال-Patient نفسه لو جايد بمسكوليتس شبه ال-Henop هنعالج ودول وبرضو نفسه منه تستد في ال-Western Areas ال-Asian احنا ال-MMA وتونسلوكتومي ال-Hedroxocleuricain مختبرين هناك كويس لكن هيفضل برضو جزء البروت بتاعنا اللي هو امتى ادي بتاع بتاع تجد او لأ زائد الجزء بتاع هو ال-Nature بتاع ال-Brolifert في ال-Affro في الأول فاحنا في ال-Approach التاني تخلى عن فكرة ال-Asian Usage of M-MF وقالوا لا هنستخدم لو ال-Disease دوت Not Responded لل-Asteroids وكان Active Brolifert Lesion ففي ال-Affro M-MF تفضل معنا مكمل وتخلى عن فكرة ال-Asian Population ولا لا النقطة التانية ال-Affro ال-Approach بتاع تنفكر لزي بقيت حرارك ده هو اصلا متوفر ولا لا ده ايه في الامعان كتير السؤال قد سألت حرك عليه في الاول ثالث بتاع لو the current post-transplant هنمشي على ايه وحنا يمكن طلعنا في الاجزاء اللي فاتت دال هو Unlocky patient كان عنده بيك virus post-transplant وهنديله ال-Avara هينفع للاثنين الزواء لديك virus او IgA لو هو يعني Unlocky نوف انه عنده لكن لكن هنمشي بعد كده اللي هو قاله post-transplant histological variation بس ال-Avara لكن مش انت انت اريدي ديت كل حاجة عندك هو ماشي على سيبت وسترويد خلاص against the guideline لكن هو زارع كلا فانت ماشي immune medications لكن بقى تديره راس يس تديره صودام غلوكوز يس بعد بقى من stodium glicosco transporter for transplantation ما هوش still approved but بالضبط لكن من استخدامه حقيقة off label من استخدامه off label انا 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 في الليفلون مع البيكي يعني البيكي من المناطق الضلام الضلام الدامس في النيفرولوجي يعني فالليفلون نفسه اعتقد ضرر اكتر من نفع وما فيش حاجة اثبتت انه مالو قيمة او في البيكي خلي بالك اللي في تي بعدية جندا جدا انا بقول لحضرك مالوش قيمة يعني عارف البيكي اه حط نقطة واخد بالك في نقطتين هنا دكتور ماكدي برضو لم يذكروا مش مش لان بيبقى لو حتى كان وكان ويه بيبقى مالوش مالوش نتاخد وممكن اعنا نشتغل عليه السين لم تذكر خالص مافيش اي ترايل معمول عليه او اي بص يعني برضو لما تشتغل تعرف هتفاجأ ان عليه كان فيريس كارس بوبيوليشن على رقم دكومان في حاجة كتير يعني مش في مصر كل الناس راحت زي ما انت قلت كده ده بروريفرتف يبقى استيرويد فكل الارلي ترايل كان استيرويد الحاجة دي الحاجة الاولنية الحاجة التانية ان هم عارفين ان هو الكالسون ريبتور مهما انتي بروريفتف خالص بزبط بزبط فعشان كده ما تحطوش وانا ما شفتش خالص فيها وأعتقد ان هو انه حطه انا عايز انتي بدي اس او ارب او سوديام غلفوز او سبارزنتان اللي هو لسه لكن انا موافق تماما موافق تماما بالنسبة لتوكسيماب لديزيز بيليمفوسايد سكاهيت وان هل هل هبارو انا شلت السلايد دا انا كنت اعطت سلايد فعلا في بعض الحالات لكن مفيش اي افكت لما لتوكسيماب خالص وعشان كده لم يذكر له خالص خالص اي ذكر انا شلت السلايد اللي بيقول انه ماولوش لازمة يعني انا خفتها حطها ليقولك اهي اهي يعني توصوا مرايس ان طالما التعدد متفاهمينيش غلط في التعدد يعني تعدد الادوية اهي اهي تعدد اه اه تعدد الاراء كده يبقى ورا رأي غالبا اه بيبقى اه زي بولو ايه افكتف او اه 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 وبعد ما سمعت المحاضرة اكتر ان هو يتحط على التوب بتاع يعني بالنسبة للتريتمنت ولا ايه رأي حضرتك طبعا هم اخر دول يخلوك تفكر الف مرة هتحط عينك فين خاصة للتريتمنت ما هوش حاجة تخليك متشجعة وانا كنت تبتدي وانت واثق ان هو النتائج غالبا يعني كل التريالز دي اه يعني جايبة نتيجة لكن ما اثرتش ولا واحدة فيهم على يعني يعني مش كده دكتور مكدي يعني مفيش ولا قالت ان التريتمنت ده هيمنع ان العين يخلش في ودي مسات الاجينفروباسي وده اللي احنا كنا عارفينه من 20 سنة اكتر من ايام اه من التمانينات من التمانينات من التمانينات بس في حاجات يعني بدأ التسهر بارسانتان وغيره ده يعني ده حاجة بس بس خدلك من نقطة دول بيشتغلوا على مش على مع حضرتك من حضرتك فممكن دول يكونوا بيقلوا بروتونوليا فعلا لكن العين ما بيخفش برده امر وارد امر وارد بحتاجين لونكتور مستاليس هسر سؤال من الدكتور عبد الرحمن المغربي اه لو عين جايلك اي جيه وحتعمل اي جيه اي جيه اي جيه اي جيه اي جيه اه بالضبط انا رأي انما السؤال ده يعني السؤال ده طبعا سؤال جميل جدا وطبعا ما ابر رحون بيشتغل زرع واضح انما انا في اختياراتي لالاندوكشن ما لا يشعر علاقة بالـ IGA خالص اللي علاقة بالـ بالـ Low Risk والـ Medium Risk و High Risk بس ضبط كده مش specific للـ IGA ودي الإجابة السليمة العيان والـ HLA والـ T-Shotayping والـ Cross-Match والـ Flow-Cytometry أهم بكتير لكن IGA مش هيخش في حساباتي يمكن يخش في حساباتي أنه ما نقدرش أحطه Stroid Free بس يمكن ما حطوش Stroid Free خالص لازم دا ياخد نقطة مهمة جدا ممكن ما يتحطش في Stroid Free آآ Protocols Protocols تمام حالة متشكرين جدا النهاردة دكتور ماجدي وكل سنة ومتلكم طيبين شكرا جزيلا رمضان كريم وإن شاء الله حنشوف كده يوم الخميس لو فالد حنبعت لكم إن شاء الله حيبقى على الساعة عشرة 2 case scenario حاجة خفيفة كده إن شاء الله جايزوا بس المكسرات ومنتقى عندكم إن شاء الله كنت بصار رمضاني بإذن الله شكرا جزيلا جزيلا سلام شكرا طبعا السلام عليكم